الرياضة حالة حلوة والرياضة كمان فيها حالة كده بنعيش فيها ما بين التلاحم والتنافس وكمان عدات وتقاليد وبالذات لما نكون في منافسات كبيرة عدد من الدول فانت مش بس بتشاهد الفريق اللي انت بتسوفه انت كمان بتتعرف على المشجعين وعلى عدتهم وتقاليدهم ولغتهم وقدي ايه بتبقى يعني حالة ملحمية رائعة العرب الايام دي بيعيشوا حالة حلوة كلهم لانه كاس العالم هذه العام كله فيه كده الطابع العربي السحر العربي كلنا نحتفل بكاس العالم في قطر والجميع يتلاحم على ارض قطر من اجل كاس العالم مين الدولة اللي هتفوز وازاي هيبقى المشهد هيكتمل حتى النهاية ده اللي خلانا في بيت للكل ان احنا كمان نمسك الكورة ونبدأ معاكم ضيفي برحب بالناقد الرياضي الاستاذ عمر عزت مساء الخير مساء النور يا استاذ شفكي اهلا بحضرتك يعني الدنيا كورة جدا فعايزة اعرف منك كده المشهد زي ما انت شايفه يعني شايفه ازاي وشايف هذه النسخة اللي فيها مسحة عربية ولأول مرة يعني خلانا نبتدي من اول التنظيم بتاع قطر يعني التنظيم كويس جدا رائع جدا يعني مش كويس حتى احنا نقدر نقول رائع يعني دولة مثلا زي قطر صغيرة في المساحة انك تقدر تستضيف الملايين من الجماهير من كل حتة في العالم اه فيه ممكن شكاو بس يعني تتعدى على الصوابع يعني اجمالا يعني كل حاجة ماشية كويس الجماهير قاعدة كويس الملاعب ممتازة تنظيم الدخول حاجة رائع يعني ما شفناش مشكلة كبيرة ظهرت على السطح خلال الايام اللي فاتت كلها فيعني حاجة مبهرة جدا تحسب لنا كلنا كعرب وطبعا تحسب لقطر الاول ان الموضوع ده معاهم يعني من حوالي من 2006 تقريبا اول ما اعلانه صح ملاف كبير شغالين عليه شغالين بقالهم كام سنة يعني حوالي مثلا 15-17 سنة صحيح بنية تحتية وملاعب يعني حاجة عظيمة لان هو كان قبل كده ما كانش فيه الحاجات دي فكون ان انت تاخد ملف كبير زي ده حدث عالمي الناس كلها مستنياء وتقدر تطلع بالمنظر ده مع صغر المساحة فدي حاجة طبعا مشرفة جدا تعالى ندخل بقى في المباريات على طول يعني تعالى ندخل كده بما ان احنا بنقول انه في لمسة عربية باينة جدا في كاس العالم فخينا نبدأ بالفرق العربية ونقول يعني دينا كده تقييم عن ما حدث للفرق العربية ما تبقى من فرق العربية بتلعب الآن المغرب فخلينا نشوف كده تقييم يعني لمن اول ما القرعة عملت مثلا ما كانتش التوقعات كبيرة لان دايما الفرق العربية بتقع تصنيف ثالث او تصنيف رابع فدايما بيبقى فيه مثلا فريقين او ثلاثة اقوى من الدول العربية لكن لما البطولة ابتدت احنا شوفنا مثلا اول مفاجأة لما السعودية كثبت الارجنتين يعني بعيدا عن قطر الاولا لو نتكلم عن قطر ان مثلا هي لسه اول سنة تشارك في كاس العالم كان فيه رهبة جبيرة جدا في مبارات الافتتاح كتواضحة قوي طبعا مع اكوادور اه فعشان كده قطر يعني مثلا ايه مش هنحسن هي هي الدولة المستضيفة لك هننكلم عن بقية الدول العربية اللي شاركت اكتر من مرة فبتالينا بالسعودية اول مطش مع الارجنتين واحد من المرشحين ان هم ياخدوا البطولة ميسي والحالة اللي عاملها ميسي ومع ذلك السعودية بتكسب بتفجر مفاجأة يعني كبيرة جدا طبعا بتخلي الناس كلها تركز مع السعودية وبقية الدول العربية بس لأسف بعد كده المطشين التانيين السعودية خسرت فيهم يعني المجهود ما تبازلش بنفس او المجهود وقع بس خليه نقول انه العنوين الرياضية اللي كانت موجودة في العالم كله كانت حتى عنوين تتخطى الرياضة يعني انا فاكرة عنوان لسي ان ان كان بيقولك وكأن السعودية هزت جبل فعلا دي حقيقة يعني كانت عنوين بهذا المعنى يعني لكن انت تبقى خسران كمان من الارجنتين واحد صفر وترجع الشوت التاني فكان حاجة يعني عظيمة جدا كله كان متوقع ان السعودية ممكن تقدر تكمل لكن جيل مطش التاني تاع بولندا لا بولندا الاول كمان والسعودية خسرت فيه فكان لسه الامل موجود كمان في المكسيك بس للأسف السعودية ما ظهرتش بالمستوى نفس المستوى مع المكسيك بس كانت موجودة على الاقل جابت جول ويه هي والمكسيك خرجوا اه هم الاتنين خرجوا احنا دايما عندنا في العرب يعني فيه حتة اسمها اللي هي التمثيل المشرف دايما يعني احنا ايوه نفسنا نتخلص منها المغرب هو المغرب هو المنتخب الوحيد اللي قدر يتخلص السند لا هو معاهم فريق كويس مدرب محترم سدقوا نفسهم فقدروا يصعدوا اول في مجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا يعني عندما تطلع بلجيكا وتسعد انت اول بكرواتيا تاني فدي حاجة كبيرة جدا خلينا برضو نقول انه ده اداء مبهر للسعودية اعتقد انها هتتعلم منه وممكن تبقى يعني فيه كاسل النسخ القادمة يبقى لها وجود اكتر لانه فيه يعني شفنا مهارات ولعب كبير خلينا اروح بقى عايزة اروح على تونس بس تونس ابتدت ابتدت تعادل مع الدنمار وهي كانت افضل كمان يعني كان ممكن تكسب الدنمار بس دايما برضو الحتة اللي هي احنا مثلا متعدلين فنفضل ايه اللي هم حافظين على النقطة لكن مثلا انت افضل تب متهاجم ما تسجل طالما انت افضل جيه المطش التاني كان استراليا اقل كثير من الدنمار فجاة تونس خسرت من استراليا دايما احنا عندنا بالعكس في المنتخبات العربية تلعب قدام كبار كانت في مطش برنسا عظيمة جول في الد 야ه الاولانية تقريبا يعني احنا عندنا دايما كده نلعب قدام الكبار حاجة عظيمة قوي وبعيد نيجي قدام المنتخبات الاقل ما نظهرش إحساس فرنسا إيه والتونس بتحرجها يعني تونس مش هتستفيد ولكنها أحرجت يعني المرشح على كاس العالم فرنسا بطل العالم كمان وإنك هو أهو ماشي لو أكلمنا أنه ريح بعض اللعيبة بس هو اسمه فرنسا يعني أي لعيبة هتنزل لا بس نزلهم بعد الدقيقة التانية على طول وكان فيه النتيجة 1-0 كان هم متحمسين جدا وكانوا عايزين يتعادلوا أن أنت مصلا وحس كده لا أن تونس ما بتهزرش فرح بتبدل حاجة في التاريخ أن أنت خسران في كاس العالم من تونس يعني بعد كده التاريخ مش هيفتكر بقى مين اللي كان بيلعب طبعا فهي برضو نقط مؤديئة يعني خليها نقول تونس وفرنسا ماتش تاريخي طبعا السعودية والأرجنتين ماتش تاريخي ويليهم المغرب وبلجيكا المغرب وبلجيكا طبعا حاجة تاريخية واللي عملته المغرب كان بالصعود ده إنجاز طبعا تاريخي كبير طيب خليها بقى نقوح على الفرق الكبيرة يعني اللي إحنا تصدمنا خروج ألمانيا مثلا صدمة للألمان الألمان مهزوزين من أول الكاس العالم من الكاس اللي فات كمان يعني هو خرجوا من الكاس اللي الأول خدوا البطولة بتاعة 2014 كاس 2018 خرجوا منه من الدور الأول فالمفروض أنت يعني تكون زي ما نقول مثلا إيه لميت نفسك قدرت يعني ترجع هبتك في الكاس ده بس ده ما حصلش بتبتدي الكاس بصورة سيئة جدا بتخسر من اليابان أول ماتش بتتعادل مع أسبانيا بالعافية وبعد كده كمان كنت هتخسر من كوستاريكا يعني كان فيه في الماتش نفسه كوستاريكا اللي هي أسبانيا يعني خسرتها سبعة سبعة فأنت كنت خسران في بعض الوقت اتنين واحد من كوستاريك فده مش منتخب ألمانيا أبدا يعني منتخب ألمانيا عنده نواقص كتير جدا وهو معترض من أول البطولة يعني عنده روح كده سلبية يعني فيه تركيز كمان في حاجات تانية حاجات تانية على طاقة زاني أنها يعني خدت من طاقة المنتخب أكتب آآ بعيدا عن الكورة يعني مفروض اللعيبة يعني حتى لو ده مثلا يعني تركيز مثلا سياسي بره مثلا أنت أنت كلعيب مالكش دعوة بالكلام ده مش لازم أنت أنت فرد تكون نازل مركز في اللي أنت بتلعب عليك لو كلمنا عن الأداء الأوروبي والأداء الأمريكي لاتيني فإحنا بنتكلم على فرنسا وإنجلترا وهولندا وبولندا وبنتكلم على برضو اللي هما متواجدين يعني أرجنتين برازيل أورجوي خرجت خلاص فمين الأفضل؟ هو يعني في الطريقين بقى فيه طريق أوروبي وفيه طريق لاتيني يعني البرازيل والأرجنتين وقعين في طريق بعض الناحية التانية فيها فرنسا وإنجلترا وكل دول في ناحية والناحية التانية يعني على الورق البرازيل والأرجنتين هما الأقرب أن هما يلعبوا بعض في طور قبل النهائية فهيبقى غالبا بنسبة كبيرة جدا النهائي هيبقى أوروبي لاتيني يعني البرازيل والأرجنتين اللي هيكسب منهم من ناحية والناحية التانية بقى فيه يعني مثلا حرب أوروبية عن ناحية التانية أعتقد أن ده هيبقى كاس عالم يعني اللعب بين القرات يعني لأنه يعني كان فيه نسخ في كاس العالم كان أوروبي أوروبي ما هو كمان من 2002 البرازيل الأخر نسخة خدتها في كاس العالم بعد كده يعني احتكار أوروبي للأمريكا اللاتينية فالحلم إنه يرجع لأمريكا اللاتينية تقنية وهم دلوقتي كمان يعني كراويا أفضل من برازيل والأرجنتين على الورق مثلا مع فرنسا يعني هو دول أفضل تقريبا ثلاث منتخبات ظهروا في الكن طب ما نرتبهم يعني تعالى ندي أرقام يعني توقع أنا بالنسبة لنا المطش بتاع البرازيل والأرجنتين ده هو اللي هيحدد يعني اللي هيصعد منه نهائي أعتقد هو اللي هيتسامن يعني بالنسبة لبرازيل والأرجنتين والفرنسا دول تلت منتخبات تماما الفرق الأفريقية عادة كانت بتبقى أجمد من كده أنا حاسة هي كاس العالم ده الفرق الأفريقية مش بقوتها يعني يعني رغم أن الكاميرون مثلا عملت مطش حلو قوي يعني وحاولت أن هي برضو تحرج يعني المنفس في الآخر من فوق في الآخر لكن كان توقعات أن يبقى الدنيا أقوى من كده في الفرق الأفريقية يعني هو لو أقوى فريق أفريقي هو السنغال يعني بطل أفريقيا بس جات لهم الصدمة الكبيرة قبل المنديال بكذا يوم بإصابة سادي يومانية بس رغم ده أنه هو قدروا يتغلبوا على ده نفسيا قبل بس الحقيقة أشهدوا بيهم أنه بغياب سادي يومانية لكن هما متوجدين نفسيا دي تعمل هزة كبيرة يعني واحد مثلا هو سادي يومانية مثلا بالنسبة للسنغال زي محمد صلاح بالنسبة لنا يعني طبعا كان فيه تشجيعات لكل الفرق العربية ومازلنا مع المغرب أكيد ده لكن عندنا حاجة حلوة عندنا الكورة الكورة اللي بتجري في الملعب هي صناعة مصرية وتحت عنوان اسم الرحلة أعتقد ده برضو حاجة حلوة أنها تبقى موجودة بصناعة مصرية أكيد طبعا ده إنجاز كبير وفخر لينا رغم مثلا كلام اللي طلع ساعة لما يعني تم الإعلان إن الكورة مصرية بعض الناس قالت إن لأ الكورة صناعة باكستانية وانتشر الكلام كتير جدا على السوشيال ميديا والدكتور مصطفى مدبولي رد بنفسه بيان من الحكومة إن الكورة مصرية يعني حاجة زي كده تم صناعتها تماما في مصر وشكلها وفي المصنع ودي حاجة حلوة لمصر طبعا إنجاز كبير أنت برضو بتشارك بالأدوات الرياضية المهمة بتاعة العالم أكيد وده يعني خطوة نقدر نبني عليها كمان لقدام إن شاء الله طيب قبل ما أروح لملاف عشرين تلاتين واستضافة كاس العالم المصري سعودي اليوناني عايزة الأول أعرف اللعيبة يعني كان في صدمات في ميسي يعني في صدمة في أكتر من لعيب وفي لعيبة برتو عملت مفاجأت الأداء الفردي للعيبة فمسلا فيه بابيه مثلا هدف كاس العالم حاليا ميسي ما ابتداش كويس بس ابتدى يجيب فرمته يعني قدام السعودية ما ظهرش بالصورة المطلوبة وخسر بنالتي مهمة برده أكيد ضيع بلين قدام بولندا بس بعد كده يعني ميسي ابتدى يظهر الماتش بتاع دولة 16 قدام أستراليا ظهرت النسخة الحقيقية بتاعت ميسي لسه رونالدو مش هو رونالدو يعني ما ظهرش بالمستوى المعروف ميسي رونالدو يعني دول الأكثر خبرة الأكثر احتراف إيه اللي حاصل في كاس العالم ده بالنسبة لهم ولا هي ممكن تيجي كده وفي ضغط كبير جدا على ميسي يعني دايما المقارنة بينه وبين مارادونا إن مارادونا جاب كاس عالم 86 بالنسبة لأرجنتين طبعا فأنت ما جبتش كاس العالم مهما عملت يعني ممكن تكون ميسي يعني عمل ميسي العظيم بس اسمك مش في التاريخ تحت كاس العالم ما جبتش كاس العالم ففي ضغط كبير محطوط عليه اللعيبة اللي جنبه كمان مش مش أعلى حاجة مش أحسب منتخب بس الأرجنتين عنده ميسي يعني هو هو الوحيد يعني ممكن الأمل فيه هو يعني هو حطين الأمل عليه هو فهو وده آخر كاس عالم بالنسبة له هو أعلن كده هو ورونالدو فلو ما جابوش لو ميسي أو رونالدو ونجبش كاس العالم خلاص يعني بعد كده يعني رونالدو تقريبا هيبقى 41 سنة كاس الجاي ميسي 39 تقريبا فخلاص خلاص صعب جديد يعني هو ده فدمس يعني مسبب ضغط عليهم كبير جد هل كبر السن برضو فرق في المهارة والأداة ولا هي الفرق واللعب والحظ هو فارق أكتر مع رونالدو يعني رونالدو حتة السن فرق زائد موضوع التصريحات اللي هو دخل نفسه فيها قبل المنديان وأنه سال منشستر يونايكد حتى على نفسه ضغطات زيادة هو ما كانش يعني كان ممكن يتفداها هو ما كانش محزوز يعني وجوده في منشستر يونايكد هو اختار غلط من الله ما أضافش لي كتير هو لما رجع اختار غلط يعني انت كوتساب يوفينتوس كان ممكن تختار كان جاي له منشستر سيتي لو كان راح منشستر سيتي كان وضع بقى مختلف تماما مع جوارديولا مع الحالة اللي عملها السيتي يعني فده مزود عليه كمان ضغطات كبيرة جدا الناس كلها بص عليه الناس كلها مستنيا فمحطوط تحت ضغطة اه فمحطوط تحت ضغطة وهي دي يعني هي دي كمان ضريبة انه أحسن لعب في العالم ميسيون اشهر لعب في العالم صح هي دي الضريبة طيب حنروح بقى للملف المصري السعودي اليوناني واستضافة كاس العالم 2030 شايفوه زي وكأمنيات أكيد كلنا نتمنى اننا نشوف حدث زي ده في الدولة العربية تانية وخصوصا مصري يعني أكيد بس على الأرض الواقع لو هنقسم الموضوع كاس عالم 2030 ده هيكون فات مئة سنة على انطلاق كاس العالم تمام فكل في دول كتير جدا هتتقدم من كلها ملفات مشتركة في منها مثلا ملف زي الأرجنتين وأورجوي وبراجوي مجموعة للتانية وعشان أول كاس عالم اتعمل في أورجوي فممكن أن أورجوي عايزة تنظم كاس عالم تاني بعد مئة سنة تختم عندها اه مش تختم يعني تختم المئة سنة اه مئة سنة يبقى عندها فأغلب الترشيحات هممكن تروح الناحية دي إنه حدث زي كده في انجلترا هتتقدم برضو بعرض الكاس عالم 2030 في انجلترا بتقول إنه هو إن احنا ماهد كرة القدم وإن احنا نستحقق إحنا اللي عملنا البداية اه ننظم كاس عالم اللي هو بعد مرور مئة سنة في المغرب كمان كانت قالوا إنه هو يقدم فمنافسة شديدة اه يعني كبيرة جدا بس هل ما تشوفش إن هذه النسخة العربية هي برضو ورقة حلوة إنه آه والله إحنا نكررها هو ياريت يعني ومصر بإسمها التاريخي برضو حيدي اختلاف هو ياريت أكيد كلنا نتمنى لكن لما نبص للموضوع من ناحية الفيفا صعب إنه هم يدوها مثلا قريب تاني لدول العربية بس لو بقينا مصر السعودية اليونان معنا بلد أوروبية بس الأغلب يعني هتبقى أعرب مصر والسعودية يعني هو التحكم الأكبر هيبقى بين مصر والسعودية بزدف وبعدوها هكذا فصعب إننا مثلا يدوها لدول العربية تانية كاس العالم يعني في الآخر هو اللي حي يعني حيختار هو حيروح فين مع الفرقة الأكثر حظ والأكثر مجهود واللي بزلت مجهود أكيد أنا بشكر حضرتك جدا الناقد عمر عزة تنورتنا في بيت للكل شكرا